نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامنا مع تطبيق نظام توقيت الصيفي أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تطبيق نظام توقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي دون أن يطرأ عليها أي تعديلات